هذا وضربت هزة أرضية جديدة مدينة ملاطيا وسط تركيا ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 69 أخرين فضلا عن تدمير عدد من المباني وأفادت هيئة الطوارئ والكوارث التركية بأن فرق الإنقاذ توجهت إلى المدينة للبدء في عمليات البحث عن الناجين ودع نائب الرئيس التركي المواطنين للابتعاد عن المباني المتضررة كما أعلنت هيئة الكوارث والطوارئ التركية أن حصيلة القتلى من جراء كارثة الزلزال بلغت أربعة وأربعين ألفا وثلاثمائة وثلاثة وسبعين شخص ووضحت الهيئة أنها سجلت أكثر من تسعة ألاف هزة ارتدادية عقب الزلزال مبينة أن أعمال البحث والإنقاذ انتهت بنحو واحد وعشرين ألف مبنى مهدم وأن العمليات تركز حاليا على إزالة الأنقاذ بالكامل في المناطق المتضررة كشف البنك الدولي عن أن الأضرار المدية الناجمة عن الزلزال في تركيا بلغت أكثر من أربعة وثلاثين مليار دولار وأقل البنك إن إجمالية تكلفة إعادة الإعمار والتعافي التي ستواجهها تركيا قد تصل إلى ضعف هذا المبلغ مشيرا إلى أن الكارثة ستخفض موى الناتج المحلي التركي بمقدار نصف نقطة لهذا العام وبشأن سوريا أوضح البنك أنه سيصدر تقريرا مفصلا عن الوضع هناك في وقت لاحق إلا أنه وصفه بالكارثي ترجمة نانسي قنقر